من كم يوم طلع وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو قالوا أنه يجب علينا أنه نطرد أو نهجر أهل غزة حتى لو اضطرينا نستخدم السلاح النووي والتصريحات هاي عملة لصدمة كبيرة سألوا قالوا له وين يروحوا أهل غزة قالوا مبسيطة يروحوا على الصحراء ويروحوا على إيرلندا إيرلندا أنا اسمعت صح ولا قايمة عم يستخدمها كمثال على تعيين أنه خدوها على إيرلندا ولا يعني مقصود كان عاصل تماما يقول ما إيرلندا بلده صغير بأوروبا لا عربي ولا مسلم ولا مجاوي ليش إيرلندا بالذات؟ إذن نسمع تصفيحات المسؤولين الإسرائيليين منشوف أنه اسم إيرلندا هي مو أول مرة بينذكر قصة إيرلندا وفلسطين وإسرائيل وبريطانيا قصة طويلة وقديمة ولازم نفهمها حتى نفهم الحاضر رجعوا لي بعد خمس سوات أهلين وسهلين ومئة مرحبتين بأحبائي وحبيباتي في الذات كبيرة المتابعين والمتابعة في السفارة الإسرائيلية في دبلن بإيرلندا حطت التويتر تغريدة على موقع اكس تويتر سابقا عم تحاول فيها تخفف دم قالت إنه الإيرلنديين عم يسألوا مين اللي عم يمول إرهاب حماس؟ بنصحوا إنه نجيبوا مرأة هذول إيرلنديين ويوقفوا قداما ويطلعوا وقتا بلاول ممول فورا طبعا بعد ما قهقها الشعب الإيرلندي وقهقهت أنا ودو بتوقع قهقاته كلاتنا قهقانا هاي الدبلوماسية اللي موجودة بنص دبلن بإيرلندا اضطرت تحذف هاي التغريدة وطلعت سفارة الإسرائيلية بيان إنه هاي التغريدة فهمت غرص والسفارة نسيت إنه سفيرة الإسرائيلية بدبلن ذات نفسها كانت عم بتهاجم الرئيس الإيرلندي قبل بكم يوم بتقول له إنه عبينشر معلومات مضللة هو شو صرح الرئيس الإيرلندي عم يقوله إنه إسرائيل اللي عم بتعمله بغزة وإنها عم تقول العالم كلياته إنه رح تخرق القانون الدولي وهالخرق رح يكون بحق المدنيين الأبرياء وإنه بتصرفها إسرائيل عم بتدمر كل قواعد حماية المدنيين المعمول بها منذ الحرب العالمية الثانية وبالتالي عم بتحول القانون الدولي لشوية أوراق ممزقة إيه هذا بتصريح تبع الرئيس الإيرلندي اللي اعتبرته السفيرة الإسرائيلية بإيرلندا معلومات مضللة مع أنه إذا بتسمع أي خبير أممي راسين بيحترق محاله اللي عم يقوله بتلاقي عم يحكي نفس الحكي تقريباً وشان هيك كتير من السياسيين الإيرلنديين طالبوا بطرد السفيرة الإسرائيلية اللي لتزوق فوراً وبدون تأخير ومنها السياسيين النائب ريتشارد بويت باريت اللي منشوف له فيديوهات كتير على السوشال ميديا وهو بالبرلمان الإيرلندي عم يحكي وهو حاطة الكوفية الفلسطينية هالمواقف اللي بنشوفها ومنسمعها على طول بتحسسها كأنه الإيرلنديين هيك دائماً هيك طبيعتهم لطالما كانوا وقفين مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية في وجه الصهاين هالكلام فيه شيء من الصحة ولكنه ليس دقيق كلياً لذلك لازم نرجع بالتاريخ بالعشرينات وثلاثينات من القرن الماضي كانوا كثير من الإيرلنديين فهمانين الوضع بفلسطين غلق مفاكرين إنو الصهايني عم يخوضوا حرب تحرير وطني متل الحرب اللي كانوا عم يخوضوها الإيرلنديين ضد البريطانيين كانوا مفاكرين إنو الصهايني متلهم عم يقاتوا المحتلل البريطاني لحتى يحصلوا على استقلالهم وساهم بوقتها بنشر وجهة النظر هاي شخصيات متل روبرت بريسكو يلي كان عمد الدبلن ونائب بالبرلمان الإيرلندي بس بنفس الوقت كان صهيوني المتحمس ومن أكبر الداعمين لإسرائيل وعندكن إسحاق هيرتزوغ جده لرئيس إسرائيل الحالي اللي مسمى على اسمه كمان اسمه إسحاق هيرتزوغ الجد إسحاق هيرتزوغ الأولاني كان الحخام الأكبر بإيرلندا وبنفس الوقت أحد أكبر دعاة صهيونية وخاصة بعد ما صار الحخام الأكبر لليهود بفترة الانتداب البريطاني بفلسطين هدور شو كان يقولولك؟ كان يقولولك إنو فيه نقاط تشابه كتير بين الإيرلنديين والصهايني اتنيناتهم عم يحاربوا الجيش البريطاني واتنيناتهم عانوا بالماضي من العنصرية ضدهم واتنيناتهم عندهم لغة شبه منتثرة عم يحاولوا يحيوها ويصير عندهم هوية وقومية ودولة واتنيناتهم شعبهم مشتت بالمنافي بس بعدين شوي شوي ومع الوقت بلشت نظرة الإيرلنديين للصهاينة تتغير أول تغيرات صارت بعد اللي صار بحرب النكبة بـ 48 ومن ثم العدوان الثلاثي بـ 56 ومن ثم النكسة أو حرب حزيران الـ 67 الحروب هاي كانت أكتر من كافية لحتى الإيرلنديين يفهموا أن الحركة الصهيونية ما كانت حركة تحرر وعم تقاتل استعمار لحتى تأنشئ بلده وتستقله وتعمل دولة ويا سلام وإنما على العكس هي الصهيونية احتلال استيطاني مثل الاحتلال الاستيطاني اللي اتعرضت له إيرلندا والأسوأ من هيك أن الإيرلنديين طلعوا فهمانين غلط كانوا فاكرين أنه بريطانيا يلي هي عدوتهم التاريخية عم تقاتل الصهاينة وطلعت عم تدعمهم بكتير مناسبات غير هيك من الأسباب الثانية يلي زادت لهو بين الصهيونية والإيرلنديين وأنه بالأربعينات والخمسينات كان في انطباع بكتير من دول العالم أنه إسرائيل هي بلد اليسار والتحرر والاشتراكي بس لما زادت هيمنة الأحزاب اليمينية المتطرفة العنصرية بإسرائيل ساهمت بازدياد نفور الإيرلنديين اتجاهه ما الشعب الإيرلندي عنده حساسية خاصة تجاه الأنواع من الاحتلال الاستيطاني والعنصرية هو نفسه كان ضحية بزمناته ما هي بريطانيا بلشت سياساتها الاستيطانية بجزيرة إيرلندا بقرن السادس عشر بالألف وخمسميات ما هو بهذاك القرن بديت إنجلترا تتحول نحو البروتستانتي طلعت هيك لقيت جزيرة إيرلندا يلي بلزق بخاصرتها جزيرة كاثوليكية وبالتالي إنجلترا صارت تقولوا لي ليقوموا الكاثوليكي اللي عندي أعليه هنا عندي يهربوا عليه إيرلندا والغلوب هذا بشكل خطر عليه وضلت إيرلندا تعتبر لمدة طويلة مصدر القلق الأول لحكومة جلالة الملك حتى لما كانت بريطانيا هي القوة العظمة رقم واحد بالعالم وكان عندها أمبراطورية لا تغيب عنها الشمس بس مع ذلك ضلت هالجزيرة الصغيرة مصدر قلق هيك تلبكها طلع فيها كله أنا عم قوة عظمة بالعالم وأنتو نازلين فيني من خاصرتي مثلا خلال الحرب العالمية الأولى صارت عدة حركات تمرد بإيرلندا ضد بريطانيا أهم انت فاضت عيد الفصح بس انقمعت بشدة مثل كل حركات الاحتجاج والثورات اللي قامت ضد بريطانيا ومع هيك ضلوا السياسيين البريطانيين يقول لك لا إيرلندا لازم تضل جزء لا يتجزأ من بريطانيا ومباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى انفجرت ثورة كبيرة بإيرلندا استمرت حوالي سنتين ونص هي الثورة حمادة تعتبر أول تمرد مسلح بالقرن العشرين بينجح بكسر شوكة تمبراطورية البريطانية وين؟ على مرمى حجر من عقر دارة بجزر البريطانية نفسها وفعلاً سنة 1922 نجح الإيرلنديين بأنهم يأخذوا استقلالهم وبما أن الاستقلال الإيرلندي صار بنفس الوقت تقريباً اللي بدي فيه الانتداب البريطاني على فلسطين صرنا نشوف بسرعة أنه فيه شي مثل علاقة بين الملفين وفينا نعتبر أنه هاي كانت بذرة للصداقة بين الشعبين والبلدين مع أنه فيه بعد جغرافي كبير بيناتهم أول شيء كثير من المسؤولين البريطانيين اللي لعبوا دور بفلسطين إذا بتدور على أسماؤهم بتلاقي أول شيء برزيت بإيرلندا وينستون شيرتشيل ما غيره كان وزير المستعمرات واشتغل على الملفين وعمل فيهم مشاكل هربرت سامويل اللي كان أول مندوب سامي لبريطانيا بفلسطين وداعم كبير للمشروع الصهيوني كان بزمناته وزير داخلية يلي بعهدهم قمع التمرر الإيرلندي بدبلن لك حتى بلفور وزير خارجية بريطانيا تبع واحد بلفور الشهير 1917 هذا بإيرلندا كانوا يسموه بلادي بلفور أو بلفور الدامي أو الدموي ليش؟ بسبب سياساته القمعية بإيرلندا لما كان السكرتير البريطاني العام هناك بالألف وثمانمية وثمانينات وحتى أفكار التقسيم والتهجير قبل ما تتطبق بفلسطين تطبقت على نطاق أصغر وأديا بإيرلندا والسياسيين البريطانيين مثل رونالد ستورز أول حاكم بريطاني بالقدس هو وأمثاله اشتهر عنهم تصريحات بيقولوا فيه أنه رح يدعموا سياسات الاستيطان لحتى يعملوا دولة يهودية بفلسطين تكبح طموحات جيران العرب مثل ما عملوا قبل بإيرلندا لما دعموا سياسات الاستيطانية هناك لحتى تكبح طموحات الإيرلنديين نفس العجرة والتعالي يلي بنعرفها ويلي عانوا مننا الفلسطينيين فيما بعد الإيرلندي كان يتعامل ببلده على أنه درجة تانية والأولوية بتكون المستوطن الإنجليزي يلي بيشجعوه أن يروح على إيرلندا ويقعد هناك يستوطن بعد ما يصادروا سكان البلد الأصليين ويعطوا إياها وفوقها بمراحل لاحقة كانت الصحافة البريطانية تلزأ صفة الإرهاب الإيرلنديين وتنزع عنهم إنسانيتهم قالوا بيأخذوه بيطبقوه على جنسية بيخلصه بيأخذوه على جنسية تانية بيخلصه إرهابي تعالي ما لك إنسان بعده إرهابي ما لك إنسان وهالسياسات البريطانية تسببت أنه ملايين الإيرلنديين يهاجروا ويتركوا بلدهم ويتشردوا بالمنافي تغريبة إيرلندية يعني لذلك منشوف أنه بأمريكا مثلاً في جالية إيرلندية كبيرة ومنهم مشهير ورجال أعمال والرؤساء حتى الرئيس الأمريكي السابق جون كيندي أصله إيرلندي والممثل الشهير ميل جيبسون كمان أصله إيرلندي وغيرهم كتير تشابه كبير بالسياسات البريطانية بين البلدين إيرلندا وفلسطين انتبه لمسؤولين فلسطينيين من بدايات الانتداب وراحوا لعند البريطانيين أقولوا نقوعوا لا تكرروا نفس الغلطة نفس التجربة لا تكرروا معنا بس عباث وكانت نتيجة سياساتهم هي أنه المأساة الفلسطينية تفوقت على مأساة إيرلندا من حيث الحجم والإجرام والأثر الدولي مشان هيك اليوم نلاقي كتب وأبحاث كتير عم تدرس أوجه التشابه والاختلافات بين تجربتين ولأنه الأسر ما بينتسى بتلاقي الإيرلنديين اليوم وين بيشوفوا في قضية عادلة بيوقفوا معا بيتحمسولها ساندوا قبل سنوات نضال السود ضد نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا واليوم كمان عم يدعموا الفلسطينيين ضد العنصرية اللي عم تتمارس عليهم وكان في وعي مبكر عند المثقفين الإيرلنديين بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مثلاً عنا الكاتب والرواي الإيرلندي شون أو فيلندي اللي يعتبر أشهر كاتب ورواي إيرلندي بالقرن العشرين قال لك يا أخي حاج تشبه الحركة الوطنية الإيرلندية بالحركة الصهيونية لو إجت الحكومة البريطانية اللي عند الحركة الصهيونية وعدتهم بأن تعملهم وطن قومي لألهم بإيرلندا شو رح يكون موقفنا؟ وهيك فهم الإيرلنديين الصحيح للقضية الفلسطينية خلاهم يكونوا أول دولة بالاتحاد الأوروبي سنة 1980 تعترفي منظمة التحرير الفلسطينية وبتأيد قيام دولة فلسطينية وسنة 2014 وافق البرلمان الإيرلندي بالإجماع على مقترح يدعو الحكومة للإعتراف بدولة فلسطين وسنة 2017 صوت مجلس المدينة تبع العاصمة دبلن على رفع العلم الفلسطيني على مبنى البلدية بمناسبة مرور 50 سنة على حرب الـ 67 واحتلال الضفة الغربية والقدس السفير الإسرائيلي احتاج على هاي الخطوة شلوهم ترفعوا العلم الفلسطيني واحتلاله وامتلال أم مجلس المدينة رفض الاحتجاجاتي؟ وسنة 2021 أدان البرلمان الإيرلندي بالإجماع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية هيك لوصلنا للحرب الحالية اللي كانت فيها إيرلندا هي الصوت الأعلى بأوروبا في دعم للفلسطينيين ومن اليوم الأول انتقدت إيرلندا مواقف رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسلا فوندرلاين اللي دعمت إسرائيل وإيرلندا هالأيام هي من الدول القليلة بالغرب اللي عم يطالب بيوقف إطلاق نار مو بس هدمة إنسانية بحيث إنه إسرائيل تسمح بيتخال شوية أكل يأكلوا أهل غزة بس إسرائيل تكمل أتل في يوم بعدين هن شبعاني والخبر الجيد هو إنه يبدو في المستقبل القريب على أقل تقدير رحضان مواقف إيرلندا هيك داعم للقضية الفلسطينية بل حتى متوقع إنه يزيد الدعم لأنه استطلاعات الرائعة عم تقول إنه في تزايد لشعبية حزب الشينفين وفي احتمال كبير إنه يربح الانتخابات القادمة وهذا الحزب هو واحد من أكتر أحزاب أوروبا دعمنا القضية الفلسطينية بل إنه هذا الحزب اللي موقف معلم بدعم حركة المقاطعة يلي كتير عم تنزعج منه إسرائيل يلي اسمها بي دي اس ورئيسة حزب الشينفين نفسها يلي اسمها ماريلو ماكدونالدز إذا بتفتح على حسابها على إكس أو تويتر سابقاً بتلاقي صورة الكوفر طبعة أو صورة اللي فوق هي علم فلسطين هاي ماريلو نفسها إذا فاز حزبها بالانتخابات ممكن تصير رئيسة وزراء إيرلندا يعني شغلة كبيرة الموضوع مو قليلة هلأ قضياتي حمادي ماوي يقلي إنه صلك من أول حلقة عم تلي إيرلندا عم تدعم قضية فلسطينية وما أجمل إيرلندا وما أحلى إيرلندا يعني عدم المؤخذ إيرلندا بتضل دولة صغيرة يعني مو متل فرنسا ولا بريطانيا والألمانيا هلأ صحيح إيرلندا بلد صغير بس الاتحاد الأوروبي لما بيجي بياخد قراراته تقريباً ما بيعود في شي اسمه دولة صغيرة ودولة كبيرة قرارات الاتحاد الأوروبي اللي بتخص الأمن والسياسات الخارجية تأخذ بالإجماع يعني لازم الكل يكونوا موافقين هذا من جهة من جهة تانية لازم نفهم إنه أهمية موقف إيرلندا مو جاية من حجمها أو عدد سكانها بس بل جاية من قصة مختلفة تماماً اليوم آخر موضع على وسائل الإعلام بأمريكا والغرب بيتصوير الحرب أو العدوان اللي صاير على غزة على إنه صراع بين الحضارات أو متل ما قال نتنياهو الأسبوع الماضي إنه إذا هو ما انتصر بغزة رح تصيد نفس الأحداث بنيويورك ولا بباريس على أساس إنه نتنياهو والغرب إنه في خمضق واحد دفاعاً عن الديمقراطية والحضارة هون بالذات موقف إيرلندا بيفرق كتير وهون انتبهوا كتير منيح سعاد وحمدي إيرلندا بلد ديمقراطي ويتفوق على بريطانيا وفرنسا وأمريكا بأشواط كبيرة بمؤشرات الديمقراطية والتنمية البشرية بلد متطور بيصدر تكنولوجيا عالية من أهم البلدان بتصدير السوفتوير بالعالم ويعتبر من أفضل بلدان بأوروبا بقطاع الذكاء الاصطناعي وفيه جامعات ممتازة بالعلوم والتكنولوجيا وأكبر عشر شركات تكنولوجيا بالعالم مثل مايكروسوفت وجوجل وفيسبوك وغيرها إلى شغل وفروع بإيرلندا بلد بالمختصر صار الشغل فيه حلم لكتير من الشباب والمهندسين الأوروبيين والأميركان قبل العرب بشي حلقة تانية على رواقب نفوت بتفاصيل أكتر عن إيرلندا بنهاية الحلقة الشي اللافت بإيرلندا هو إنه بلد ثقافته غربية أوروبية بعيدة عنها بس مع ذلك واقفة مع الحق طبع فلسطين إيرلندا تتفوق على إسرائيل بكتير بمؤشرات التنمية والديمقراطية والشفافية وغيرها ومشان هيك ما عم تسكت على الانتهاكات الإسرائيلية بالوقت اللي في بعض الأصوات بالغرب قاعد عم يقنعنا إنه إسرائيل هي واحدة الديمقراطية بالمنطق والخط الأول بالدفاع عن الحضارة الغربية يعني بالمختصر إيرلندا عم تنسف كل هاي الإدعاءات تبع الحرب الحضارية بل الأحلى إنه إيرلندا بتعطيك مثال إنه تطور التكنولوجيا والاقتصاد القوي لا يعني بالضرورة التخلي عن المبادئ والأخلاق بالسياسات الخارجية ولا يعني إنه نتجاهل معاناة غيرنا السؤال هون هو إنه يا ترى إم ترح توصل بلداننا العربية لمستوى تطور التكنولوجيا والاقتصادي اللي وسط له إيرلندا وبنفس الوقت نظل وقفين مع الحق ونشوف إنه ما في تناقض أبدا بين التطور والتنمية والوقوف إلى جانب أصحاب الحقوق بدون خوف وتردد هل بتعرفوا دول الأجنبية تانية وقفة بمواقفها مع القضية الفلسطينية ضد العدوان جاربونا على هالأسئلة بالتعليقات وسأحبّلتوا الحلقة عطونا لايك أعجاب وشاركوا الحلقة بين أصدقائكم وشتركوا القناة وفعال وزر الجرس وشوفوا المصادر وشوفوا الحلقات السابقة وانتظروا الحلقات القادمة سلام شكرا